أكثر من 160 صحفياً معتمداً لتغطية الانتخابات الرئاسية هنا بالمركز الدولي للصحافة التحضيرات على قدم وساق لإنجاح الموعد وتوفير كامل الإمكانات للإعلام المكتوب والسمعي البصري استوديو مجهز بثلاث كاميرات وقاعة تقنية لتسجيل البث المباشر على القمر الصناعي ثلاث مواقع للبث المباشر بالتنسيق مع اتحاد إذاعة الدول الأوروبية رفقة المركز الدولي للصحافة الأمر كذلك للدول العربية يوفر المركز قاعة تقنية مجهزة تساعد على بث سبع قنوات في آل واحد سواء بالنسبة للبث الحي أو المسجل دون إهمال قاعة تحرير تتوسط المركز بسرعة تدفق عالية جداً الصحافة الأجنبية بدورها ستسجل الحدث الرئاسي الجزائري بتجنيد المراسلين لقنوات المعتمدة في الجزائر رفقة إرسال مفادين خصيصاً لتغطية الحدث عبر مختلف المنابر الإعلامية العربية والأجنبية الحدث الرئاسي الهام الذي ستعرفه الجزائر الخميس ستسجل فيه القنوات الجزائرية الخاصة حضورها ولأول مرة منذ تاريخ الجزائر المستقلة خطوة حساسة في ظل التجاذب الحكومي حول قانون السمعي البصري في انتظار المصادقة عليه سيغطي صحفي القناة الحدث باعتبارهم أجانب في عقر ديارهم